هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة في هذه الأثناء بدعوة من الجزائر لبحث الأوضاع في غزة حيث قدمت الجزائر مشروع بيان بالتشاور مع أعضاء في المجلس ومن نيويورك ينضم إلينا مرسل العربي نبيل أبي صعب مرحبا نبيل نبيل هل تصرب أي شيء عن مضمون المشروع الجزائري ما الذي سيأتي به حتى نعرف أهمية هذه الجلسة نعم خالد وصلت إلينا الآن نسخة من مشروع البيان المقدم من جانب الجزائر وفيه تحميل إسرائيل المسئولية المباشرة عن مقتل أكثر من مئة شخص في جنوب غرب مدينة غزة وجرح نحو 750 آخرين أثناء تجمع للحصول على مساعدات غذائية كذلك يحث مشروع البيان إسرائيل على إبقاء كل المعابر مفتوحة إلى قطاع غزة وفتح المزيد من المعابر لتسهيل دخول المساعدات بشكل عاجل وعلى مستوى كاف لتلبية الاحتياجات الملحة كذلك يشير مشروع البيان المطروح أمام مجلس الأمن الآن على ضرورة تقيد كل الأطراف بالقانون الدولي وتجنيب المدنيين الأعمال الختالية وأيضا يعرب عن بالغ القلق حيال تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن كل سكان قطاع غزة وعددهم نحو مليونين ومائتي ألف يواجهون خطرا فعليا من انعدام الأمن الغذائي طبعا هذه النسخة الأولى من مشروع البيان غالبا ما يتم إدخال تعديلات عليها في حال تم الثوافق عليها بين أعضاء مجلس الأمن نتوقع بطبيعة الحال أن تعمل الولايات المتحدة على تخفيف اللغة التي تشير إلى إسرائيل بالاسم وإلى مسؤولية إسرائيل عن مقتل المدنيين وأيضا التي تدعو إسرائيل إلى فتح المزيد من المعابر وبالتالي المشاورات حول هذا المشروع لا تزال جارية في الجلسة المغلقة في مجلس الأمن والتي بدأت منذ نحو أربعين دقيقة وكننا استمعنا إلى موقف من مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور الذي شدد على ضرورة أن يخرج مجلس الأمن بموقف واضح في هذا الشأن طبعا هناك التهديد في المجلس بالفيتو الأمريكي إن لم تخرج الصيغة النهائية بما يرضي واشنطن واشنطن التي تنتظر تحقيق إسرائيلي ليقول ما الذي حدث وتعتبر أن عملية إدخال المساعدات حتى وإن كانت تطالب بها هي ربما يكون أيضا جزء من المفاوضات الجارية حتى وإن كانت تطالب بالعلن بضرورة إدخال المساعدات لكن على الأرض لا نرى أن المساعدات تدخل كما يطالب الفلسطينيون طب هل توفرت أي معلومات عن ردود فعل من الدول المشاركة في هذه الجلسة يعني ردود فعل الدولية في أروقة مجلس الأمن على هذه المجزرة التي حدثت هل هناك معلومات؟ نعم البلاحظ أولا أن الأمم المتحدة بأمانتها العامة نأت بنفسها عن هذا الحدث وحتى الآن أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة غير معنية بتوزيع هذه الشحنة من المساعدات وأنها لم تكن موجودة أو موظفوها لم يكونوا موجودين في المنطقة التي تعرض فيها المدنيون الفلسطينيون لإطلاق النار وبالتالي وفق تصريح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فإن هيئات الأمم المتحدة في قطاع غزة تعمل على جمع المعلومات في شأن هذا الحادث في مثل هذه الحالات يتم المشاركة مع أعضاء مجلس الأمن بالمعطيات المتاحة للأمم المتحدة في شأن الحادث المعني حتى الآن لم تصلنا معلومات أن الأمانة العامة للأمم المتحدة قدمت معلومات في هذا الشأن إلى أعضاء مجلس الأمن ولكن تحدثت إلى عدد من الديبلوماسيين من دول أعضاء في المجلس جميعهم يؤكدون على ضرورة الوصول الكافي إلى المعلومات لإجلاء الصورة وأيضا على ضرورة الدعوة العاجلة لوقف إطلاق النار لتجنب مثل هذه الحوادث وأيضا لتسهيل دخول المساعدات بشكل عاجل إذ أن تجمع المدنيين الفلسطينيين حول قافلة المساعدات مؤشر واضح وفق ما قال لي أحد الديبلوماسيين على ضرورة زيادة مستوى المساعدات وضرورة وصولها بأسرع وقت ممكن وبالتالي الاهتمام كان واضحا من أعضاء مجلس الأمن بالاستجابة للطلب الجزائري وهذا ما سمعته من أكثر من ديبلوماسي عضو في مجلس الأمن سنرى كيف سيخرج المجلس بموقف بعد هذا الاجتماع نشير إلى أن التوافق على البيان في مجلس الأمن يتطلب إجماع كل الأعضاء وبالتالي التوقعات هنا أن اللغة المعتمدة في النص الأساسي المطروح من قبل الجزائر ستخفف إلى حد بعيد لتجنب أي تعطيل أمريكي لمشروع البيان ولكن سنرى إن كان هناك من إمكانية للمساومة أو مثلا للوصول إلى لغة قد يتوافق عليها أعضاء المجلس أم لا